لا ضحايا جراء سقوط المبنى التراثي المعروف باسم المعوشي في شارع بوسترس في الأشرفية الذي تعود ملكيته لجارج مرهج الأضرار اقتصرت على انهيار الطوابق الثلاث بالإضافة إلى تصدع في طوابق المبنى الملاصق له المؤلف من مكاتب لعدد من المؤسسات وتحطم سيارات كانت مركونة بالقرب منه واللافت أن الفرن اللبناني الموجود في نفس المبنى المنهار لم يتأثر بالكارثة والسبب أن المستأجر قام بترميم وتدعيم الطابق السفلي الذي يشغله على كل الأحوال بحسب المستندات ففي العام 2012 وجه محافظ بيروت انذارا لمالك العقار 1117 بضرورة تدعيم المبنى وترميمه بينما مالك المبنى الذي لا يستفيد من عقاره كما يجب بفعل التصنيف الترافي يؤكد أنه تقدم بعدد من الشكاوى لبلدية بيروت التي أهملت الموضوع يعني اعطينا خبر للبلدية وقلنا أنه هذه البنائية بدأت طهبت تعالوا شوفوا شوفوا كنتا عملوا ما ردوا علينا وخطياً لنشيل المسئولية عن حالنا عملنا نهاية خطية ما ردوا علي إجوا كشفوا قال لا ما بوشي البنائية ورحنا عوضات السقافة زيت الشي إجوا كشفوا قال لا ما فيك تدعره البنائية مهارهرة مديلة مش خارج واحد يطلع فيها كلها مهارهرة رح تقع بس هالواجهة شوية أنات القطيكة أوعط الأرى كنت بنيتك أنك ربما تهبط أو ترجع تعمل بدي هبط بس أنا بدي أشيل المسئولية عني وأنا عندي أول طبق عمل ديبوم في بداعة راحت البداعة أو هلأ الفرن هوني مأجروا لاش عم بيستفيد منها أنا شو بدي هبطها عضو بلدية بيروت سليمان جابر الذي جال في الموقع مطلعا على مسار فرق الصيانة التابعة للبلدية التي تعمل على إزالة الركام من الشارع يؤكد أن بلدية بيروت تجري مسحا دوريا للمباني الترافية في العاصمة أما في حالة هذا المبنى المنهار فمالك العقار غير معفى من المسئولية أكيد بلدية بيروت ما عندها لقدرأة أنه ترمم كلها المباني ولكن بهذا المبنى بالذات التحقيق ماشي اللي فيه يقوله هلأ أنه توجه له إنذار للمالك وفيه عنده مسئولية كبيرة المالك فيه تقرير من محافظ مدينة بيروت بيتوجه بإنذار أنه مشبور يزبط العقار طبعه لأنه فيه تصدع بالأساسات إذا ما عنده كان قدرة مادية شو الحالة شو بيعمل لكن لهذا المبنى بالذات عن جد ما بعرف شو الكيس طبعه بعرف أنه كمان عنده مستأجر يعني مثل معرفة فيه فرن كمان مستأجر تحت ما عرفت ديش ما عنده القدرة ولكن الدولة هون لازم هي تضبيت تحط إشارة على العقار مثل ما قلت هذا ملف كتير كبير لكذا عقار بيقى البيروت بين حق المالك من الاستفادة من عقاره وضرورة الحفاظ على وجه بيروت العمراني تقع المشكلة وحاليا الأكيد أن موازنة الوزارات المعنية محدودة ومقتصرة على الأعمال الضرورية ترجمة نانسي قنقر